نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تتسم به العلاقات البحرينية الألمانية من قوة بما يمكنها من الوصول إلى مستويات أعلى من التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين كما أشاد سموه بدعم ألمانيا لجهود معالجة قضايا المنطقة والشرق الأوسط وتواصلها البناء وحضورها الدولي الفاعل ولدى لقاء سموه اليوم في إطار عقاد أعمال منتدى حوار المنامة لليوم الثاني بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعدت الفريق الرقم يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع سعدت الدكتورة أرسولا فون ديرلين وزيرة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية وأثنى سموه على مشاركة الوزيرة في أعمال منتدى حوار المنامة وحديثها في جلسة محاربة التطرف في الشرق الأوسط صباح اليوم ورحب سموه بمشاركة ألمانيا في أعمال المنتدى بما يعكس اهتمامها بقضايا أمن واستقرار المنطقة وإسهامها في إثراء حوارات هذا المنتدى الدولي هذا وتناول سموه مع وزيرة الدفاع الألمانيا خلال اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من تطورات إضافة إلى القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال أحوار المنامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر